مرحبا وأهلا وسهلا في فيديو جديد صورت لكم شوي من آخر تسوق عملته أول شي بلشت بمحل الشبيل ماكس شبيل ماكس هو محل فيه أغراض للأطفال أواعي ألعاب أنا عن نفسي كتير كتير بحبه لما كان ابني بيبي كنت بحب أشتري له من عندهم أغراض البيبي يعني كأواعي حتى كألعاب وهيك في كل شي متوفر وموجود وهلأ فتحوا عننا قسم كتير حلو فلأنه حيقرب عيد ميلاده إن شاء الله العمر الطويل إله يا رب والله يحميه حبيت إنه هيك ألقي نظرة شو في عندهم ألعاب شو في عندهم أشياء حلوة يعني كفكرة شو ممكن أشتري له خاصة يعني عمر الأربع سنين شوي بيكون طفل صار بفهم أكتر بيستوعب أكتر هلأ إحنا عنا المنبريو هاي الماركة اللي شايفينه قدامكم السكة الحديدية اللي سكة خشبية بس ممكن أحط لكم صورة على جنب ففي إلها قطارات في منهم زي هيك بيمشوا لحال على بتحطوا بطارية وبيصير يمشي لحاله على السكة الخشبية خاصة إنه إحنا عملناها سكة كبيرة كتير عنده بالغرفة يعني لافة من على طول غرفته فهاي كان فكرة واللي قبلي اللي هو سيارة الإسعاف كانت ضخمة كبيرة حلوة عجبتني فكرة إنه خاصة هو بيحب موضوع دكتور وعلاج وحده مريض وهيك وفيه طبعا البلاي موبيل هاي اللي شايفينه قدامكم اللي هم تابع للبوبن هاوس طبعه اللي هو البيت البيت اللي عنده من البلاي موبيل فيه إلو إضافات أي بيت لبلاي موبيل بتلاقوا دائما إلو إضافات مثل غرف نوم مثل سيارات زي هيك زي ما أنتوا شايفين مثل بول حتى زي ما أنتوا هذا شايفينه كمان هو بيحب هاي الفكرة المي وهي الأشياء كتير حلوة غرف قاعدة غرف نوم مطبخ جديد حتى بتقدروا تغيروا العفش تبع الهاوس ففيه أفكار كتير حلوة ولسه محتارة إذا أنتوا عندكم مثلا هيك فكرة مثلا شو ممكن الواحد يهدي أربع طفل عمره أربع سنين ممكن تكتبولي بالكومنتات يعني حبيت أخدكم بجولة معي بسيطة فيه كمان طبعا بول مسابح وما مسابح بس أنا عندي اشتريت له من فترة قصيرة يعني على العيد الماضي جبت له بول صغير هلأ هون حبيت أني أصور بس حبيت أصور لفترة طويلة بس لأسف ما كان معي وقت بس هون أكل الأطفال يعني كتير بنسأل بس أنا بحب أنصح بماركة الهب كتير أنا تعاملي كان معهم رائع بتلاحظوا بماركة هب فيه تنويع كبير بالهاي والحلو بالمنتجات هاي إنها بيو بيو شغلة كتير كانت مهمة بنسبة إلي إنه الخضار أي شيء الفواكه يكون بيو طبعا ما كنت أجيب أنا بس أجيبت أنواع معينة يعني لابني الطبخ من ناحية الطبخ كنت أنا أعمله كله فرش وأحب أطبخ له على إيدي وأعمله خلطة على إيدي وممكن الواحد يستفيدني يعني من الخلطات اللي موجودة كأفكار بس أنا كنت أحب أشتري له كتير فواكه كتير فطور موسلي بيكون مخلوط مع لبن الفواكه بتيجي بأشكال كتير حلوة كمان طبعا خالي من السكر يعني أي شيء مثلا الفطور الموسلي اللي بيكون فيه لبن فيه فواكه ما بيضيفوا له سكر هاي شغلة كتير كتير مهمة التنويع مثلا كنت أشتري أنا سمك خضار أول فترة يعني لحتى أعرف كيف يعني بعض الخلطات بعدين صرت أنا أعمل لحالي لأنه برأيي يعني شو ما كان الفرش بيضل أفضل بس من ناحية الفطور كفطور كعشا هاي الأشياء مثلا الفطور جوتن مورغن الموسلي بيشوفان بالفواكه باللبن خلطات كتير حلوة أول بالمسا مثلا كنت أختار له نوع الأمح وما أمح اللي ومثل السيرلاك بيكون برضو من ماركتهب أو الملوبة كمان كانت ماركة كتير حلوة عندكم هون كمان مريت على دي أم طبعا كالعادة ما لقيت يعني أحسن من الشامبو والبلسم تبعي اللي أنا بعرضهم دايما ولقيت هذا الحلو فيه إنه كريم للشعار بيرطب وبنفس الوقت مضاد للحرارة لحد ميتين وثلاثين يعني بتقدروا تستخدموه قبل الفير أو السشوار وأنتي فريز فجامع كله بواحد راح أورجيكم هلأ كل شي اشتريته أول بأول طبعا هاي الأشياء جبت من الدايش من لقيت الديزاين هاي وبعض الألعاب يعني كمان هذا الكريم الواقي من الشمس خمسين زائد للأطفال عجبني فيه إنه مواده طبيعية ومش مضرة والحلو فيه كمان إنه فيه زيوت يعني مواد زي ما قلت أغلبها طبيعية الحلو كمان فيه إنه ما فيه مواد مضرة مثل باقي المستحضرات وفيه كمان زيت الخروة نحطينه فشغل هاي كتير كويسة وحلوة كمان جبت شامبو من الفيرد المكتوب عليه لوكن شامبو اللي هو للناس اللي عندهم مثلا شعر كيرلي بيستفيدوا منه أنا جربتوا ريحته مثل البابلغام كتير حلوة ريحته والبلسم التبعي تبع الارون بلسم برضو رغم المواد اللي فيه بس ما بلاقي أحسن منه لترطيب وتنعيم الشعر من بالية كمان عندكم الكريم بعد أنا كتير بحب الكريم بعد تبع البالية لأنه أولا عبوته كبيرة تانيا دائما بنزلوا روايح جديدة وروايح كتير حلوة فكل مرة يعني بيجيبوا ريحة جديدة وبحب أجرب الروايح تبعهم الحلو أنه ما بينشف الجسم بالعكس بيعطي رطوبة بيعطي نعومة كمان جبت الكرويتابات اللي هو علب الأعشاب ريحته كتير حلوة بنحط مع المي بتحسوا أنه بيفتح النفس شوي خاصة أن الواحد بيحس حاله أنه شوي عنده نزلت برد بس أنا ما يعني أنا بحبه لريحة الأعشاب اللي فيه وأنه هيك منعش يعني كمان للإيدين دائما أنا بغير نوعية الكريم لأنه بحب أنا أجيب من هاي الأشكال طبعا نور ما كمان كتير بحبه منظف الحمام قبل هيك استخدمته أنا بس كانت ريحته الدايئني لما كنت أنا حامل فيعني حتجت وقت كتير لحتى أقدر يعني أستهدم هاي الريحة بس منظف كتير حلو بيعطي لمعة ونعومة وهيك يعني اللي بتحسوا أنه كله بيلمع وريحة الحمام بتلاقوها بتجنن وأنا بحب كمان الألسرا الألسفك راينيجا بينظف كل إشي هذا من ماركة الديم نفسه بس ما انتبهت أنه مكتوب عليه زايفن فراي أنا كنت مفضل يكون فيه زايفن يعني فيه صابون الصابون بيقتل الفيروسات بس تخدمه للأرضيات أغلب الشي يعني كتير ريحته حلوة وبينظف بشكل كتير حلو كمان هذا اللي بيفتح المصارف المغسلة مثلا المجلة وهيك هذا تقييمه كتير كويس ويعني آخذ تقييم عالي إنه فعال جدا خلال خمس دقايق كمان مكتوب فيرنل كمان لتلطيف ملطف غسيل بحطه كريحة يعني مع الغسيل كتير حلوة ريحته بتعلق فترة طويلة بنزلين كمان ديو بريحة كتير حلوة ريحة البطيخ رائعة جدا كتير منعشة فيها شوية حلاوة الناس اللي ممكن فيه ناس ما بتحب هاي الأنواع من البسية كتير فرش أنا بحب كمان لو يعملوا ريحة الخيار روعة كتير بس للأسف لسه ما خطرة عبالهم الظاهر طبعا كمان اللي بينظف المكياج تبعي الزيت تبع البالية رايني جونج سؤول يعني هو مش شرط مش إنه يعني هات تحديدا بالنسبة لي أحسن شي بس أنا بحبه يعني بيعمل شغله تمام بالنسبة لي أي رايني جونج سؤول بيمشي بس المهم ما يحرق العيون وطبعا بالية ما بيحرق العيون وهذا نفسه للمطبخ نفس سبع الحمام جبت منه للمطبخ لأنه كمان ريحته كتير حلوة وبيعطي لمعة ونعومة للطاولات مثلا وإلى آخرها كمان إجتني هدية هاي قصن هيك من الألوفيرا المعروفة هاي استخرجت منها الجيل تبعها كتير كويسة كتير حلوة بتبرد بالصيف ممكن تخلطوه تحطوه بالبراد وبرطب ويعني رائع جدا الألوفيرا للجلد والنس كافية تبعتي بس المهم فيها أنه انت كوفينيرت يعني ما فيها كفائين خالية من الكفائين حطيت شوي عملت رغوة فيني أخليها بالتلاجة وإمتى ما حبقت بحط معلقة واحدة مع حليب أو مي سخنة زي ما بحب أو إذا حبيت آيس كافية ممكن أعمله مع حليب بارد بطلع كتير كتير طيب بتقدروا تحطوا سكر معه مثلا أو بدون أو تحطوا السكرين مثلا المهم يعني النس كافية أنا كتير بحبها وتعوت أنه من وقت ما أنا حامل أنه تكون بلا كفائين ولهلأ يعني بنسبة لي الكفائين شي مش مهم خاصة أنه بصير معي أحيانا ضوخة بسبب الكفائين هاي الجل خلطته شوي لأنه كان كتير هيك بكتير يعني مخاطي يعني مش كتير أنا بحبها بعد ما خلطته شوي بالشتاب ميكسا زي ما أنتوا شايفين راحة الخاصية هاي وصار كتير سهل الدهن وصار جام يعني خفيف كتير ويعني صار سهل كمان استخدامه بتقدروا كمان تعمل تحطو له خلطات زيوت بتقدروا تحطو له مثلا زبدة الشيا زب أي زبدة معينة أنتوا بتحبو تسخدموها أي زيت بصير مستحضر للجلد كتير رائح ممكن الجيل نفسه هاد تحطوه مثلا بعد ما تتعرضوا للشمس ببرد كتير على الجلد أو ممكن أنه تحطوه مع الشامبو كمان بيعطي ترطيب عالي للشامبو هاي كانت طبعا غير الأكل ولا الأشياء بس مش كتير مهم أني أورجيكم يعني هيك شي هاي كانت أهم الأشياء بتمنى يكون الفيديو عجبكم استنوني بفيديو جديد وإلى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة